كشف أحمد صابر المستشار الإعلامي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن مشروع قانون لتجريم الدروس الخصوصية وإغلاق مراكزها على مستوى الجمهورية بتعدوا الوزارة في الفترة الحالية وده بعد تداول مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي فيديو بيظهر فيه مدرس وهو يعني بيتلفظ بألفاظ خارجة تجاه الطلاب بإحدى مراكز الدروس الخصوصية بمحافظة اسكندرية وده بسبب عدم شراء الملزمة الخاصة بمادة اللغة الإنجليزية والفيديو طبعا اللي حضراتكم بتشوفوا دلوقتي على شاشة بتشوفوا الصورة الخاصة بي